حمل لواء الشر وظل واستكبر عن أمر المولى وأبا قال أنا من مارك وأنا خير منه وأولى ومضى يسرع فينا علنا منا من تاه ومن غفلا لكن من أخلص لله لن يفقد بالله الأملا أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبة في الله أينما كنتم في أرض الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد يشرفني ويسعدني كثيرا أن أكون ضيفا عليكم في بيوتكم في هذا البرنامج الجديد الذي له فكرة خاصة يعني يتخيل فيها الإنسان أن الشيطان أو إبليس الذي لعنه الله سبحانه وتعالى لتكبره وحقده على آدم عليه السلام وعلى بني آدم إلا عباد الله المخلصين والمخلصين أنه في فترة إجازة طوال شهر كامل وطالما أنه متفرغ من العمل لأنه مقيد ومسلسل بأمر من الله سبحانه وتعالى هو وكبار مساعديه من مرضة الجن أتخيل أنه جلس ليكتب مذكراته في هذا الشهر مذكرات إبليس التي سوف نعرضها على مدار هذه الحلقات إن شاء الله رب العالمين تنقسم إلى قسمين تقرير منه عن ما سبق فعله بالمسلمين وبني البشر وهذا جزء الجزء الثاني يعني تقرير منه للخطة المستقبلية التي سوف يعني يغوي فيها بني آدم في مشرق الأرض ومغربها وعميد مدرسة الشيطنة أو الأبلسة وهو إبليس له يعني مدرسة هذه أو جامعته تلك لها فروح في كل أنحاء العالم كل أنحاء الدنيا من مشرقها لمغربها ومن شمالها لجنوبها لا تخلو يعني مدينة ولا قرية ولا نجع ولا بادية ولا مدر ولا حضر ولا مكان فيه عمران ولا مكان فيه بداوة أو في العالم المتقدم وفي العالم الثاني والثالث والعاشر والمتأخر إلا وله فرع ليس لتدريس الأبلسة والشيطنة ولكن لأن الشيطان قد توعد البشر على مدار التاريخ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم عن أيمانهم وعن شمائدهم ومن قبل من بين أيديه ومن خلفهم ثم قال ثم لا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم يا رب شاكرين لك لأنه يمنع أهم روافل من روافل الإيمان وهو عدم الشكر ويغذي منابع ومصادر القنوط واليأس والإحباط والبعد عن الله سبحانه وتعالى أنا يعني أريد من فكرة عرض مذكرات إبليس عادنا الله وإياكم منه أن ندرس أو نتدارس سويا ما هي الحيل التي يلجأ إليها إبليس ما هي الثغرات التي يدخل منها إلى قلوبنا وإلى نفوسنا وإلى أرواحنا وإلى أعمالنا كيف يوسوس كيف يزين كيف يصنع معنا ليلة نهار المستحيل والعجيب أن إبليس لا ينام يعني إبليس لا ينام ولو نام لا استرحنا لكن ليس عنده لا فترة قيلولة ولا نوم بالليل ولا نهار وإنما كتب الله له أن يعيش إلى أن يلث الله الأرض ومن عليها وتقبض روحه كما تقبض روح كل مخلوق على وجه الأرض يوم يقول رب العباد بعدها لمن الملك اليوم لله الواحد القحار فكرة هذا البرنامج فكرة مهمة إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا عرضها عرضا مبسطا سهلا ميسورا مفهوما من واقع ما نراه في الحياة لكن هناك يعني تساؤل يطرح نفسه في بداية هذه الحلقات إن شاء الله رب العالمين طيب إذا كان إبليس يسلسل وتغل يعني أعماله ويتوقف عن تصفد مرضة الجن أو تصفد في الشياطين فما الشر أو لماذا هذه الشرور التي نراها في مجتمعاتنا وبالذات المجتمعات الإسلامية والعربية نقول إن الله عز وجل يصفد مرضة الجن أو مرضة الشياطين شياطين الجن لكن مرضة الإنس أو شياطين الإنس هم منثورون في كل مكان موجودين في كل مكان يزينون ويغتربون منا ويضعون الحواجز بيننا وبين فعل الخيرات ويفتحوا لنا أبواب فعل الشرور والمعاصي والآثام وأتصور أن إبليس بعد أو في عصر العولمة أو عصر الشبكة العنكبوتية أو في عصر الانفتاح العجيب هذا وأصبح العالم كله ليس قرية صغيرة وإنما عبارة عن شارع أو حارة صغيرة سبحان الله أتخيل أن بعض من الشياطين الإنس تفوقوا على أستاذهم الكبير حتى قال بعضهم وكنت من جند إبليس فلما على بي الأمر صار إبليس من جندي فأنا أتخيل يعني والله أعلم أن إبليس الآن صارت الميذا صغيرا عنده كثير من شياطين الإنس وكثير من أبالسة الإنس لأنهم يجيدون أشياء ربما ما خطرت ببالي الشيطان ولا ببالي إبليس الكبير الذي أبلس والذي تشيطن وكلمة شطن أي بعد الذي بعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى وآثر على نفسه وخطط ونظم أن يقعد للناس وللمسلمين بالذات يعني على الصراط المستقيم حتى يعني يبعدهم عن هذا الصراط أو حتى يثنيهم عن هذا الصراط أو حتى يؤيسهم من رحمة الله والعاذ بالله أو يعني يؤمنهم من مكر الله أو يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال ويعني يضعهم سبحان الله يخرجهم من النور إلى الظلماء ويحاول أن يلهيهم عن معاشهم الحقيقي وعن معادهم الحقيقي نحن بين معاش ومعات حقيقة الأمر الشيطان في أول مذكرة له اليوم ونحن سوف نعرضه وإن شاء الله حوالي 30 ملحوظة من مذكراته أو مذكراته الخطيرة أولا هو ينظر أمامه ليرى ما القلب الذي يتقم ما هي يعني الثغرات أو الأبواب التي يدخل منها والنوافذ التي يدخل منها إلى هذا الحصن الحصين وهو القلب عندما يحصن بذكر الله أولا هو يقول كأنه يقول أنا أضع خرطومي على قلب ابن آدم خرطومه ويوسوس له ويأتيه يعني بطرائق مختلفة طبعا لا يأتي للمصلي ليقول له لا تصلي يعني هذا صعب على المسلم أن يعني يسمع إغواء إبنيس في أنه لا صلاة عليه ويعني المسلم يعلم أن الصلاة مفروض عليه مثلا فماذا يصنع يأتي ليوسوس لي في الصلاة فيقول أنا أركز حتى لا يكون المسلم والمؤمن خاشعا في صلاته فيذكره في الصلاة بأشياء قد تحرم خارج الصلاة يأتي ليوسوس له في مسألة طهارة ثوبه طهارة المكان الذي سوف يصد فيه طهارة جسده يشككه في وضوءه يشككه في أنه قرأ الفاتحة أم لم يقرأها أنه ركع أم لم يركع هل سجد سجدتا أو سجدتين فيلهي الإنسان بهذه الأفكار المتداخلة على مسألة أنه يكون مركزا وخاشعا بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم أنه يعني ليس لابن آدم من صلاته إلا ما عقل منها أو إلا ما وعى منها فأول مذكرة من أو أول ملحوظة من ملحوظات الشيطان في مذكراته التي سوف نعرضها طوال هذه الحلقات إن شاء الله رب العالمين أنه يريد أن يحول القلب السليم إلى قلب سقيم أول خطوة ليه لأن القلب هو بحط نظر الخالق إن الله لا ينظر إلى صوركم والسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم إلى قلوبكم وأعمالكم وأنا أقول دائما إن الإنسان لو كان في توبه بقعة يعني أنا ألبس ثوبا أبيض فإذا اختشفت وأنا جالس بين إخواني وأحبتي أن هناك بقعة زيت واضحة المعالم في ثوبي فسوف أشعر بحياء وحرج شديد جدا أمام أحبة وأمام إخوتي وأخواتي فعندئذ أتمنى أن أعود إلى البيت مبكرا كي أغير الثوب أو أزيل هذه البقعة أنا أستحييت من الناس لأن ثوبي ظهرت فيه بقعة ليست يعني ليست ضريفة ولا لطيفة فأريد أن أزيلها طيب البقعة التي يضعها إبليس في أول مذكراته ومحط نظر الخالق سبحانه وتعالى يضعها في القلب فيأتي إلى القلب السليم الذي سوف نشرح ما هي مواصفاته كي يحوله إلى قلب سقيم مريض وكيف يحوله وماذا كتب في مذكراته الأولى هذا ما سوف إن شاء الله نشرحه تفصيلا بإذن الله رب العالمين بداية بعد هذا الفصل إن شاء الله ولكن على مدار الحلقات كلها إن شاء الله ونحن نضع هذه المذكرات أمام أعينكم حتى يستفيق الإنسان يستيقظ النائم يوقظ الوسنان الغافل يتذكر أنه بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى عندئذ يغلق على الشيطان أبوابه ويمحو مذكراته من حياته عندئذ يسعد ويسعد نسأل الله أن يسعدنا وياكم بطاعته إن شاء الله ألخافوا بعد الفاصل بإذن الله يا رب العالمين مرحبا بكم كن رمزا للخير ومثلا واحذر أن تتبع سهلا فصراط الله لنا نور عد بالله عز وجل رمزا للخير ومثلا واحذر أن تتبع سهلا فصراط الله لنا نور عد بالله عز وجل مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى كنا قبل الفاصل نتحدث عن أول مذكرة من مذكرات إبليس ونحن نطالع في هذه الحلقات مذكراته أنه يريد أن يعني همه الكبير أن يسقم القلب السليم فيتحول إلى قلب السقيم ثم بعد ذلك يدخل إلى القلب السقيم فيظل خلفه حتى يميت هذا القلب فيصير قلب لا حراك به ولا حراك له وليست فيه حياة وإنما فيه الدنيا طافحة فيه فلا يحق حقا ولا يحل حلالا ولا يحرم حراما ولا يرى الحق حقا ويتبعه ولا يرى الباطلة باطلا فيجتنبه طيب عشان يعني أريد أن أوضح ما هو المجهول الكبير الذي يقوم به إبليس لكي يحول القلب السليم إلى سقيم أولا ما هو القلب السليم قال العلماء القلب السليم هو القلب الذي صارت السلامة صفة لازمة ثابتة له أصبحت السلامة صفة لازمة له يعني السلامة سلم من عبودية ما سوى الله وسلم من تحكيم غير رسوله ثاني الصفة الحقيقية للقلب السليم سلم من عبودية ما سوى الله لا يعبد لمال ولا أهل ولا زوجة ولا أولاد ولا سلطة ولا كرسي ولا شيء من عرض الدنيا لا دي كلها وسائل يستخدمها للدخول على رب العباد عز وجل يستخدمها لمرضات الله سبحانه وتعالى القلب السليم عام جزي الأرض الأرض الخصبة التي إذا امترض بمطر التوحيد ونزع على عيها غيث القرآن ونزلت عليها شقابيب الرحمة عندئذ أنبتت من كل زوج بهيج أنبتت هذه التربة الخصبة في قلب العب أشجارا يا نع بساتين جميلة من المحبة والألفة مع الناس ومحبة الخلق ومن قبل محبة الخالق ومحبة الرسول ومحبة الصالحين ومحبة الخير حتى إن فاته الخير حن القلب السليم إليه يحن إلى القلب زي ما يكلف بالحسنات والخيرات وأهل الخير كما يكلف الصبي مثل أمه سبحانه عنده كلف عنده حب وعنده شوق ينزع إلى الخيرات دائما سبحان الله كلما رأى يعني شيئا من الخير جعل أو ضرب في كل غنيمة بسه كل غنيمة يضرب بسه يروح مجلس علمي يستفيد يعني يخرج مبلغ من المال يستفيد سبحانه لله يصل لكعتين بالليل يستفيد يقرأ من المصحف يستفيد سبحان الله يحضر الجنائز يستفيد موعظة وتقى يحضر الأفراح يشارك الناس طالما ليس فيها ما يغضي بالله سبحانه وتعالى يعني يعود المريض يشعر أن رب العباد عند المريض أولا وزرته وجدتني أنا عنده إذن هو إنسان حبب الخير إلي ليه لأن القلب هذا سلم من عبودية ما سوى الله ولم سلم من عبودية ما سوى الله صار الله كل شيء عندك قالوا يا بصري كم أنا عند الله قال له البصري مجيبا كم الله عندك سبحان الله هذا القلب دائما مع المكون فتصير الأكوان كلها معه أما القلب السقيم الدعيز إبليس في أول مذكرة يحاوله أنه يشغل القلب بالأكوان فينسى المكون فأنا إذا شغلت نفسي بالمكون صارت الأكوان معي وإذا شغلت نفسي بالأكوان عجبت عن المكون سبحانه ليه لأن الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك فمن جعل في يعني في عمل ما يعني شريكا لله عز وجل وضع الله نصيبه لشريك هذه أول صفة لازمة من صفات القلب السليم أنه سلم من عبوديتي ما سوى الله وبعدين أيضا سلم من تحكيم غير رسول الله يعني إن اختلفتم في الشيء فحكمه لمن إلى الله ورسوله فهو أي حكم في صغير الأمر لا يحتاج حتى إلى سؤال عالم يقول لو كان الرسول في هذا الموقف وسألته بما يجيبني وطالما أحبتي بالله ثار السؤال عندك دليل أن القلب لا يقبله لا يقبل هذا الأمر الذي تسأل عنه لأن أنا لا أسأل عن أمور فطرية لأذهب إلى عالم وأقول له هل هل شرب الماء حلال أم حرام لا لن أسأل لماذا لأن شرب الحلال فطري هل أكل الخبز حلال أم حرام لن أسأل ولكن سوف أسأل السائل ما حكم التدخين ما حكم شرب أعزكم الله البيرة مثلا يعني ما حكم شرب المسكر لماذا أسأل هذا السؤال لأنه حاكى في صدره حتى لو كان جاهل بالحب فيبطي يعني مدم حك في صدر بدأ يسأل لكن لا يسأل عن إيه عن الأمور عن الأمور الفطرية الحلال لا يسأل فيها لا وإنما قلب مجبول على الفطرة على الفطرة ولذلك سبحانه الله العظيم طالما مجبول على الفطرة فلذلك جاءت كلمة كفر في اللغة ولعياذ أبدا يا رب العالمين غطى كفر حتى في اللغة الإنجليزية سبحانه الله كفر وفي اللغة العرب كفر أي أنكر والعياذ لله وجود رب العباد عز وجل والعياذ لله رب العالم كفر عن إيه غطى طب غطى غطى فطرة التوحيد الذي في قلبه السليم يعني هو ولد بقلب قلب سليم يولد المولود على الفطرة وطالما يولد على الفطرة فطرة التوحيد تقتل قلبا سليما فيجي الكافر يغطي هذه الفطرة حتى يقال أن الفلاح في اللغة يسمى كافر لأنه يغطي البذرة والبذور بالتربة حتى تنبت حتى تستنبت فهو يغطي شيئا موجودا الفلاح يغطي البذرة الموجودة الكافر يغطي فطرة التوحيد بذرة فطرة التوحيد الموجودة عندها فسينة داخل القلب بذرة داخل الجينات التوحيد موجودة كروموزومات التوحيد موجودة تنبض في كل عرق من عروقه فالعاذب الكافر يقول لسانه لا إله وكل ذرة من كيانه تقول لا إله إلا الله فيبليس يكتب في أول مذكرة أنا أريد أن أحول قلب فلان السليم إلى قلب سقيم فالعبد لما يسلم أمر لله يبقى قلب سلمه لعبودية لله إرادة الإرادة نفسها العزيز الإرادة سبحان الله ومحبة يقول يا الله النفوذ جبلت على حب من أحسن إليها تبدأ أنا إذا لما جاري أو صديقي أو إنسان يعمل فيه معروف أظل أسيرا لهذا المعروف فما بالنا ورب العباد سبحانه وتعالى نعمه تتوالى علينا ليلة نهار وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فإذاك الإنسان يسلم قلبه عمودية لله إرادة وبعدين محبة وبعدين سبحان الله إنابة حتى لو بتعد يعود إن إبراهيم لحليم أواه منيد يعني رجع إلى رب العباد عز وجل أرجع إلى رب العباد لأن القلبك إذا إيه يغان عليه يعني يغان عليه يعني يحصل له إيه أتربة من الشهوات من الشبهات من التفكير السيء من عدم اليقين من عدم التوكل من الخوف من الغد يبتد الإنسان يقلق سبحان الله ولذلك الإنسان من الواجب إذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء وإذا فقدت جانب الله فقد فقدت كل شيء وما نفعك أي شيء ليه لأن القلب السليم هو اللي أحرقت يعني أو أضاءت أنوار التوحيد فيه حتى صار أنه يمحق أي مكروبات للقلق أي فيروسات للنكد للغم للهم للغل للحقت للحسن ليه لأن كشافات وأضواء الأنوار بتاعت التوحيد داخل القلب تكشف له كل هذه الزوايا فيصير القلب الرؤية تصير أمام صاحب القلب السليم رؤية واضحة الشاشة واضحة سبحانه الله العظيم يعني بارك الله فيكم لما تروا الملعب ليلا يقول لك وسوف تقام المباراة تحت الأضواء الكاشفة الأضواء الكاشفة دي ترى أن لو أن هناك حشرة صغيرة تسير على أرض الملعب لرأيها الجمهور كله ليه الأضواء كاشفة فتخيل أنت قلب مصلط عليه أضواء التوحيد نور الوحدانية فسبحان الله الأمور واضحة أمامه الشاشة واضحة سبحان الله فيتغذى يتغذى القلب عندئذ بخشة الله عز وجل وبعدين يتغذى بالرجاء فيه عز وجل الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم إيه وجلة يعني يعني يخاف ألا يتقبل منه فيصير قلب السليم له أربع صفات دي إن أحب أحب لله وإن أبغض أبغض لله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله انظر مذكرة إبليس الأولى تريد أن تمنع هذا الرافد تجعل إن أعطى يعطي منظرة وإن منع يمتنع منظرة وإن سبحان الله العظيم إن أحب يحب للمصالح وإن أبغض يبغض للمصالح لا الإبليس يريد أن يصنع هذا لكن المؤمن الصادق عشان يحفر على قلب السليم ماذا يصنع إن أحب أحب لله إن أبغض أبغض لله إن أعطى أعطى لله إن منع منع لله فماذا كتب إبليس في مذكرة اليوم يقول أنا أريد تحويل قلب فلان السليم إلى قلب سقيم حتى إن أعطى لم يعطي لله وإن منع لم يمنع لله وإن سبحان الله أحب لم يحب لله وإن أبغض لم يبغض لله لكن المؤمن عنده الحب في الله والبغض في الله ده قضية الولاء والبراء واضحة أمامه عندئذ يخسأ إبليس اللعين عندما يستيقظ المسلم على قلبه السليم ويحفظ عليه ويغلق الأبوال هذه كانت أول مذكرة من مذكرات إبليس في هذه الحلقات أعادنا الله وإياكم منه واجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب السليمة وشفى قلوبنا السقيمة وأحيا قلوبنا الميتة هو ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وعلى سيدنا محمد ويلي وصحبه وسلم نرقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نسأل الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمل لواء الشر وضلا واستكبر عن أمر المولى وأبا قال أنا من نار وأنا خير منه وأولى ومضى يزرع فينا علنا منا من تاه ومن غفلا لكن من أخلص لله لن يفقد بالله الأملا كن رمزا للخير ومثلا واحذر أن تتبع سهلا وصراط الله لنا نور عد بالله عز وجل